اشتركوا في القناة احتلال بنشر قناصاتها على أسطح البنايات المرتفعة ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي والحي وآخرين بحالة الاختناق الاقتحام والاشتباك بحسب مصادر فلسطينية صاحبه مداهمات لمنازل المواطنين والعبث بمحتوياتهم وتفتيشها بحجة البحث عن مطلوبين لتعتقل قوات الاحتلال ثلاثة شبانهم محمد أبو ناموس وليث أبو داهوك ويوسف الخطيب كما أصيب عشرات المرضى والمواطنين بحالات اختناق عقب إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه أقسام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رامالله ما تسبب بحالة هلع وخوف كبير لدى المرضى ومرافقهم خاصة للأطفال وأصحاب الأمراض والأزمات الصدرية والمزمنة وفي حيباب حط بالبلدة القديمة حاولت قوات الاحتلال استفزاز الفلسطينيين من خلال اقتحامها وإزالة زينة شهر رمضان ومنع المواطنين من ممارسة طقوسهم الخاصة باستقبال الشهر الكريم وتعرض الموقع الأثري في بلدة سبسيطة شمال غرب نابلس الاقتحام المستوطنين الذين أغلق العشرات منهم المنطقة أمام المواطنين لتشتد المواجهات المصحوبة بقنابل الصوت والغاز باتجاه المتواجدين في المكان وفي تطورات إضراب الأسرى الفلسطينيين ضد قرارات اليميني إتمار بن غفير أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء الفعلي في بركان الحرية أو الشهادة فيما عزلت إدارة السجون قيادات الإضراب في أول خطواتها التنكيلية بحق المضربين